السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا شباب هشرح لكم Fundamental of Nursing اللي هي أساسيات التمريد في قولة معها التمريد أولا يا شباب كده Definition of Nursing تعريف التمريد التمريد ده عبارة عن إيه؟ التمريد ده هو عبارة عن إيه؟ Is an art and science هو علم وفن As a professional nurse ممردة محترفة You will learn to deliver care or to flee with composition أن الممردة دي بتتعلم أنها تقدم الرعاية بفن مع تعاطف واهتمام واحترام لكل من كرامة وشخصية المريد الكلام ده معنى إيه؟ بالإنجلش يعني معنى أنه هو بيقولك أن الممردة and personhood وشخصية المريد كمان تاني يا شباب أن ال Definition of Nursing هو إيه؟ هو أن Nursing is an art and science As a professional nurse You will learn to deliver care or to flee with composition caring and respect for each patient dignity and personhood تاني يعني هو إيه؟ يعني هو علم وفن أن الممردة المحترفة بتتعلم أنها بتقدم رعاية بفن مع تعاطف واهتمام واحترام لكل من كرامة وشخصية المريد بيقولك إيه بقى As a science nurse practice أن كمان التمريد ده كعلم بيعتمد على إيه بقى؟ بيقولك أنه هو based on a body of knowledge that is continually changing with new discoveries and innovation يعني أن علم التمريد ده بيعتمد على معرفة الجسم والتي تتغير بصورة مستمرة مع الاكتشافات والاختراعات الجديدة يعني تاني أن as a science nursing practice is based on a body of knowledge that is continually changing with new discoveries and innovation تاني حاجة بيقولك As art التمريد ده كفن هو nurse deliver care artificially with composition أن الممردة بتقدم الرعاية بفن وتعاطف كمان للمريد بعدين بقى بيقولك American nursing association فيها بقى أن النقابة الأمريكية بتاع التمريد قالت إيه؟ أن هي عرفت التمريد بطريقة تانية بتقولك إيه defines nursing تعريف التعريف التمريد بيقولك as the protection promotion and optimization of health and abilities أنه هو حماية وارتقاء وتحسين الصحة والقدرات prevention of illness and injury ومنع الأمراض والإصابات elevation of suffering through the diagnosis and treatment of human response أنه هو رفع المعاناة من خلال التشخيص ومعالجة ردود فعل الإنسان بيقولك اللي هو and advocacy in the care of individuals families, communities and population أنه كمان أنه هو رعاية لحماية الأفراد والعائلة والمجتمعات والسكان تاني American nurses association defends the nursing as the protection promotion and optimization of health and abilities prevention of illness and injury elevation of suffering through the diagnosis and treatment of human response and advocacy and the care of individuals families, communities and population بعدين بقال أن المجلس العالمي للتمريد قال كلام تاني غير ده قال إيبا بيقولك The international council of nurses has another definition إن هي لها تعريف تاني بيقولك إن يعني بيقولك إن النيرسينج ده إن بيعتبر التمريد include autonomous and collaborative care إن هي رعاية ذاتية وتعاونية of individuals of all ages للأفراد في كل الأعمار families العائلات groups المجموعات and communities اللي هي المجتمعات بيقولك sick or will إن مرضى أو أصحاء and in all settings وفي كل الأوضاع أو في كل المجتمعات برضو يا شباب في بي يا شاب بيقولك historical what is the nurse's sole duty ما هو الدور الوسيد التي كانت تقوم به الممرضة زمان الإجابة بتاعته إيه بي يا شاب بيقولك إن هي historically the nurse's sole duty was to provide care and comfort to the sick إن الممرضة زمان كانت دور بتاعها إن هي بتقدم وبتزود رعاية للمريض وكمان بتعمل وبتعمل على راحة المريض اللي هي historically the nurse's sole duty was to provide care and comfort to the sick في سؤال تاني بقى يا شباب بيقول why is the function of nurse duty expanded لماذا توسعت وظيفة الممرضة الإجابة بقى هنا يا شاب إن هي because advances in technology knowledge health promotion and prevention إن توسعت الممرضة بسبب إيه التطور في التكنولوجيا والمعرفة وتطورت في الصحة والوقاية كده تمامي يا شاب يعني إجابة بتاع السؤال بتاع why is the function of nurse duty expanded هتبقى because advances in technology knowledge health promotion and prevention بعدين بقى بيقول لك سؤال what is the requirements بتاع المتطلبات المتطلبات للبروفيشنال نيرس يبقى شباب what is the requirements للبروفيشنال نيرس المتطلبات بتاع المتطلبات بتاع إن هي لازم تكون assertiveness إن هي تكون عندها إصرار assigned the knowledge based in the science إنها التعليم بتاعها مبني على المعلومات humanists and artists إن هي عندها إنسانية وفن the ability to make safe judgment قدرة للتحكم في الأمان وكمان يا شاب عندها the ability to communicate the health care needs of patients in written and oral form إن هي عندها قدرة على تلبية احتياجات المريض المكتوبة أو الشفوية aspirate of collegiality with other members of the health care team إن هي عندها روح زمالة مع أفراد الفريق الصحي يعني تانية شباب the ability to make safe judgment number five the ability to communicate the health care needs of patient in written and oral form number six aspirate of collegiality with other members of the health care team كده تمام يا شباب نيجي بقى على السؤال اللي بعده what is the responsibilities for professional nurses ما هي المسئوليات للممرضة المحترفة number one يا شباب اللي هي caregivers اللي هي مقدمة رعاية تاني حاجة patient advocates إن هي بتحمي المريض educators إن هي متعلمة بعدين decision makers صانعة قرار managers مديرة coordinators of health care needs إن هي منصقة احتياجات بعدين بقى إن هي communicators متواصلة عندها فن تواصل يبقى يبقى تاني what is the responsibilities of professional nurse إن هي caregivers patient advocates educators decision makers managers coordinators of health care needs وبعدين هي communicators عند تبقى تاني يا شباب سؤال تاني بيقولك nursing competences عوامل كفاءة الممرضة أو التمريض هي إيه بقى يا شباب بيقولك إن patient centered care إن الرعاية متمركزة على المريض وإن هي برضو teamwork and collaboration إن هي بيكون في تعاون وفريق عمل evidence based practice quality improvement إن يكون في تدريب مبني على الدليل وفي تحسين في الجودة safety and informatics المعلوماتية والأمان يبقى تاني يا شباب nursing competences اللي هي عوامل كفاءة الممرضة إن أول حاجة إن patient centered care teamwork and collaboration evidence based practice quality improvement safety and informatics المترجم لك مرحة المترجم اشتركوا في القناة